الأبطال الذين شاركوا في معركة 48 ساعة أو كما يعرف بمعركة الكرمة وجريبيع وهي معركة اعتبرت أنذاك بأم المعارك في الولاية السادسة التاريخية أثناء الثورة المجيدة وهذا بمنطقة جبل بوكهاي سيد بن علي من ولاية المسينة بلدي دزردور عرش ولاد سليمان ولاد ذكري بن نايل عشت الثورة الجزائرية كما عاشوا أخوة المجاهدين لذلك كنت معهم أنا حالبت في فرنسا كما حالب بغل المجاهدين أمين قسمة بريان مندوب قسمة بريان أبناء الشهداء أبناء المجاهدين اللي طرفهاقتهم البريان نشكر أمين الولاي المجاهدين انتع الأقوات أو مرافقني ربي يحفظه وبن المجاهد أهل البيض المكتب انتع البيض سيدي الشيخ رحم جوهنا وماد راك بالبيض وعبوره كان يعني اسمح لي كان المطلقة الثانية انتع الولايات السادة وتروح تجيب الأسلحة من المغرب وكانت الولايات الرابعة تجي تروح للمغرب وكان هذا الشعب واقف انتع البيض ربي يحفظه كما مواقفين ولاد نايل كما واقف البيت الحفرة أنا البيت الحفرة دائما نفخر بيها في كل زمن يعني عشت فيها وكنت صغير جيت 59 من قردية وحضرتنا المعاركة رهناسي بن سعيد كنتنا نضرب خماسي ماريكان وحمى بن حمد بن ساميني يضرب القارة كنا نضربه في طيران نضربه فيه بدون حول سعيد بن عمر من عرش لازم الأخوة بلديت فيضب جان نازس عام 56 وخرجت للنهاية جان نازس مولا 22 سنة وقراني في قريبا 90 سنة قد نحش المحلم من الكتافر هذا لأنا عندي هذا لأنا عندي لأنا ها عدي هذه في حب وعهد الجزائر أسمي بالمداني محمد مجاهد الأسم الثوري البومبردي جينا بمناسبة زيارة لهذا المكان هي المعارة كانت عجربي والمعارة كانت عصفي صيفاء وجينا للبلدية هذه جميع المجاهدين من الأقواط ومن ورقلة ومن ولاية تمسيلة ومن ولاية بسكرة ورسم الولايسات توقير الولايسات ظهروا هذه البلدية اللي فيها منصب تذكرين تأشو هذا وترحموا على الشهداء وتفقدوا الأسماء والإخوة وزملاء اللي كانوا عايشين مع بعضهم وتكرموا علينا بكل ما يوجود هذه البلدية وجينا أهم وتعارفنا الأحباب والأصحاب اللي فيها مدة زمنية ما تشوفنا جمع أهم والناس اللي زارت هذا الوطن اللي اليوم شرفت به شرفها ربي أنه هو بوحاج وزيغه لاسي اللي راه يعني في المثل سبع سنين فهم قطيوا أولادها أصحاب الزماء والدموع وكرامة والجهاد والإيمان لإخلاص في الرجال لهم حاضرين وقلوا عدنا الروح الوطنية ومع عدنا بلستفرق السود تزديه واحد يعني استقاطق على جانع الكاغة ومع جانع الحاجة تزديه طمعا لا 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 أليه يقولها تفرق سود تفرق سود الله يبعد منها يبعد من منها نحي مما يعموها قريطي الخير السلبي الحرية واستقا مازلنا للأمان مازلنا للأمان وعهد الرجال وعهد الجزائر بلين موتوا بلين موتوا لحد 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 والله يرحم الشهادة والعين السعادة والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسراب المرصالين وعلى أهله وأصحابه إجماعين وبعد معكم يا رئيس المجلس الشعب البلدي لبلدية عمراء ورحب بكم جميعا وأهلا أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم الذي جمعنا بين مناضلي ممجاهدي التحرير الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لأولئا هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الحمد لله لا يستعوني إلا أن أشكر كل مجاهدي هذه المنطقة ومنطقة فايدر بوتما وعامة منطقة جبل بوكحيل أشكركم جزيلا الشكر والحفظان وأتقدم بأخلص تهاني إلى مجاهدي ولاية بريان الذين هم ضيوفنا في هذه الساعة المباركة الطيبة نتمنى لهم التوفيق نتمنى لهم عودة ميمونة وتوجهون إلى أهلهم بإذن الله تعالى في صحة جيدة وعافية وشكر موصول لكل من ساهمة وقام معنا في هذه الدورة نتمنى أن تتكرر هذه المناسبات وأن تكون إن شاء الله سعد وأن نكون سعداء نحن الجميع والجزائر تكون بخير تحي وحي شهدائنا الأبرار ورحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته ورحم الله كل مجاهد وكل شهيد حيا أو ميتا والحمد لله بالصحبة والصداقة والنضال والدعاء افترق الرفقاء على أمل اللقاء مجددا في مناطق تاريخية أخرى وما فهمه كل من حضر هذا اللقاء التاريخي هو أنه لا يموت من ترك بصمة وموقفا من أجل هذا الوطن الغالي لأن الحياة في مجملها مواقف وبصمة مخلدة شاهدة على تاريخ وطن وأرض اسمها الززائر ليكون هذا اللقاء هو عنوان الختام